بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم عزائي وأصدقائي طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي حياكم الله في لقاء متجدد في مادة لغتي في ختام هذا الفصل الدراسي الثالث ومع الدروس الإثرائية معكم المعلم علي بن محمد الأحمري وصلنا يا أحبتي إلى الدرس الإثرائي السادس من هذه الدروس الإثرائية التي تأتي في ختام هذا الفصل الدراسي الثالث حياكم الله يا أحبتي انتهينا من دراسة كافة الدروس المنهج بحمد الله كنتم خير عون وسند بتفاعلكم وحماسكم وجدكم واجتهادكم أتمنى أن نبارك الله فيكم وفيما تعلمتم من علم هام فنحن يا أحبتي نتعلم اللغة العربية لغة القرآن الكريم التي استفاها الله لكتابه وأرسل بها خير رسله إذن نستعرض صريحة الدرس قبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثالث المادة لغتي موضوع الدرس إثراء ستة الدرس السادس من الدروس الإثرائية بسم الله نبدأ أول عن شرطة هذا الدرس مقتبس هذا النشاط من الوحدة الثامنة مناسبات في هذا النشاط بارك الله فيكم واضح المطلوب ولا يمانع من قراءته والتأمل فيه مرة أخرى أكتبوا إذن المطلوب واضح من أول كلمة هو كتابه إذن نجهز أقلامنا ونكتب أكتبوا العبارة الآتية عبارة مجموعة من الكلمات تكون جملة مفهومة مفيدة أكتبوا العبارة الآتية مضبوطة بالشكل بنفس شكلها وبنفس رسمها وبنفس الحركات المرسومة عليها هذا ما يسمى يا حبتي بالإملاء المنسوخ الذي ننظر له وننسخه كما هو في الأسفل في هذا النشاط في هذا الإملاء نركز يا حبتي على رسم الكلمات بالشكل الصحيح كذلك الحروف على رسمها بشكل صحيح مستقيمة ومستقرة على الخط الواضح أمامكم هنا وهو الخط البرتقالي نلاحظ أن كل الكلمات تبدأ من الخط البرتقالي فإما أن ترتفع إلى الأعلى مثل في كلمة قال هنا نحظ الآ ارتفعت إلى الأعلى إلى أن وصلت إلى الخط الأخضر وإما أن تنخفض قليلا إلى الأسفل في حرف اللا هنا قال لاحظوا حرف اللا في آخر الكلمة كيف ينزل قليلا ومنها يا حبتي من ينزل أكثر مثل في كلمة العامي لاحظوا الماء هنا في آخر الكلمة نزلت أسفل إلى أن اقتربت من الخط البنفسجي هيا يا حبتي بارك الله فيكم خلال دقيقة واحدة نرسم هذه العبارة ونكتبها ثم نعود شكرا بارك الله فيكم انتهى الوقت المخصص نضع القلم ونركز إذن يا حبتي هنا كتابة العبارة بخط مرتب مضبوطة ومضبوطا هذا الخط بالشكل الصحيح المرسوم على الكلمات هنا يا حبتي نلاحظ العبارة كيف رسمت وكتبت في الأسفل لاحظوا أننا تماما العبارة هنا في الآلة أتت مستقرة على هذا الخط كذلك في الأسفل عندما كتبنا من المهم أن نستقر على نفس الخط هناك حروف ارتفعت لاحظوا حرف اللا حرف الآ حرف الك كذلك كذلك هنا يا حبتي حرف الآ واللا والك يرتفع عاليا هناك حروف تنخفض قليلا لاحظوا حرف الراء حرف الناء في آخر الكلمة وهناك حروف تنخفض بشكل أكثر مثل حرف الماء في آخر الكلمة بارك الله فيكم يا حبتي نقيم أنفسنا بوضع علامة صح ثم ننتقل إلى النشاط التالي لاحظوا هذا النشاط بأبصاركم نقرأ سويا ألاحظ الجملتين الآتيتين ثم أكتبهما في دفتري إملاءا من معلمي إذن لاحظوا بارك الله فيكم المطلوب من المهم فهم المطلوب المطلوب الأول ولاحظ الجملتين الآتيتين في بصري ولاحظ هاتين الجملتين جملة أولى جملة ثانية ثم بعد ذلك أكتبهما في دفتري إملاءا من معلمي من المهم كراءة وإكمال الكراعة في المطلوب اللي منتهي ثم أكتبهما في دفتري ليس نسخا وإما إملاءا من المعلم حيث سيتم إخفاء هذه العبارة كما تعلمون وإملاءها عليكم المطلوب الآن الملاحظة البصرية لهاتين الجملتين قبل أن أبدأ في إملائها عليكم اكرهوا هاتين الجملتين بشكل مركز قبل أن يتم إخفاءها بعد قليل حسناً سيتم إخفاء الجملتين الآن ركزوا معي بارك الله فيكم والآن سيتم إخفاء الجملتين هيا بنا لاحظوا اختفت الجملتين أريد منكم يا حبتي بارك الله فيكم أن تكتبوا ما سوف تسمعونه من المعلم مبارك يا نورة مبارك يا نورة في الآخر نقطة سأعيد هذه الكلمة مرة أخرى هذه الجملة مبارك يا نورة نقطة والآن الجملة التالية تجمع الأطفال تجمع الكلمة الأولى تجمع الكلمة الثانية الأطفال في الحديقة انتهت الجملة نضع نقطة سأعيد قراءة الجملة مرة أخرى تجمع الأطفال في الحديقة نقطة حسناً بارك الله فيك ضعي القلم بعد أن تنتهي سيتم عرض الجملة الآن بعدها قليل ضعي القلم بارك الله فيك والآن سوف يتم عرض الجملتين مجدداً المطلوب منك كما تعلم هو التصحيح لنفسك ضعي صح للكلمة التي أصبت فيها وخطاً أسفل الكلمة التي أخفقت فيها هيا بنا هاتان الجملتان تعودان مجدداً مبارك يا نورة نقطة هذه هي الجملة الأولى والجملة الثانية تجمع الأطفال في الحديقة نقطة حسناً صح لنفسك ولا مانع من إعطاء نفسك نجمة إن كنت أجبت في وأصبت في جميع الكلمات التي كتبتها بارك الله فيك من المهم جداً يا حبتي عدم مسح الخطأ بل وضع خط أسفله والصواب أعلى حسناً يا حبتي ننتقل الآن إلى النشاط التالي في نفس الصفحة هنا أمامكم في الأسفل أكتبوا في دفتري ما يملي علي معلمي كما تعلمون بارك الله فيكم جملة سيتم اختيارها وسيتم املائها عليكم والمطلوب منكم هو كتابة هذه الجملة مستعدون في دفتري المادة إلجسوا جلسة صحيحة نمسكوا القلم بشكل جيد وابدأوا في كتابة ما سوف تسمعونه مني الآن هيا بنا نكتب يا أحبتي الجملة في الكلمة الأولى في العام كلمة الثانية العام القادم القادم في العام القادم الكلمة الرابعة ستكبرين ستكبرين إن إن شاء شاء الله الله وتصومين وتصومين معنى 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 انتهت العبارة نضع نقطة نعيد العملاء مرة أخرى في العام القادم ستكبرين إن شاء الله وتصومين معنى نقطة والآن صحح لنفسك هذه هي العبارة تظهر أمامك صحح لنفسك وضع علامة صح أو خط أو خط أمام الكلمة المناسبة التي أصبت فيها أو أخفقت فيها هيا بنا يا حبتي نصح أخطاءنا سريعا في العام القادم ستكبرين إن شاء الله وتصومين معنى نقطة بارك الله فيكم يا حبتي وصلنا إلى نهاية الدلسنا لهذا اليوم أمل أن تكونوا استعدتم واستمتعتم ألتقيكم في الدلس القادم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة